لماذا ترك عدد من السوريين مهنهم الأصلية في بعض مناطق البلاد؟ وما سر ملوك الثراء الذين عثروا في باطن الأرض على ما لم يخطر على بال بشر من الكنوز والاكتشافات التي لم يصلوا إليها غيرهم ممن اعتمد على المهن التقليدي لنذهب للتفاصيل أستعرضها لحضراتكم أنا رائد حاكم في الملخص ودع هؤلاء السوريون المهن التقليدية إلى غير رجعة بعد أن عرفوا فارق الدخل إثر حصولهم على مهنة جديدة لا تعتمد على راتب شهري أو مكافآت ولا ترتبط في ذات الوقت بمواعيد للحضور والانصراف أو تحكم مدراء العمل وأصحاب الشركات كانت بداية السوريين مع تلك المهنة الجديدة تلك التقارير المتواترة عن ظهور كنوز ومكتشفات ذهبية نادرة في عدد من المناطق السورية وكان من بين تلك الكنوز ما تم العثور عليه بمحد الصدفة وأخرى كشفه طول الأمطار والسيول الجارفة عن أهم أسرارها وتتنوع تلك الثروات المطمورة في سوريا بين كنوز أثرية وعملات نادرة ومواقع تحتوي على آثار نادرة للغاية ومعروف أن تلك المواقع غنية بثروات تدر الملايين وفق موقع بي بي سي جميع تلك المواقع استهوت كثيرا من الشباب السوري الذين حولوا العثور على الكنوز والمقتنيات النادرة باهظة الثمن إلى مهنة للحصول على الربح الوفير ذلك بالعمل في التنقيب بمختلف المناطق التي طمر الطميو والرمال كنوزها وسبق وأن أحدثت قصة عثور مزارع سوري على كميات كبيرة من العملات الذهبية حالة جدل كبيرة في البلاد بعد أن تحدثت قارير محلية عن اكتشاف طن من الذهب في إحدى المناطق لم يكد الجدل يدور بشأن الذهب الذي عصر عليه الفلاح السوري حتى بدأت تنتشر قصص الثراء السريع في الشمال السوري حيث بدأ الشباب هناك في الحصول على أرباح من مهنة التنقيب عن الكنوز والآثار المطمورة تحت الرمال وبالفعل وصل مجموعة من الشباب التنقيب حتى نجحوا في استخراجه 23 قطعة ذهبية نقلت حياتهم من المعاناة إلى أعلى مراتب الثراء ليصبحوا من ذوي الثروة استلح السوريون على تسمية المناطق الغنية بالكنوز المطمورة بتلال الذهب ذلك ارتباطاً بما تطمره تلك المواقع في جوف أرضها من ثروات لا تقدر بمال لذلك أصبحت مهنة التنقيب عن الآثار والكنوز في سوريا مهنة جديدة مضمونة المكسب ويعتبرها الشباب فرصة عمل ذهبي وتسبب عثور بعض العاملين في تلك المهنة على كنوز وقطع ذهبية وتماثيل تعود إلى عصور تاريخية صحيقة في تجيع الكثيرين على العمل في تلك المهنة دون اعتبار للملاحظات القانونية التي ترتبط بذلك النوع من أساليب كسب الثروة ويركز أولئك الذين اختاروا تلك المهنة وسيلة للكسب السريع دائما على منطقة جنوب درعة هذا وتتعدد وسائل الكسب السريع لكن يظل أفضلها الذي يتم في إطار القانون ضمانا للحصول على ثروة آمنة فهل يعي الباحثون عن الثروة هذا الدرس؟